تستنكر الكوادر التعليمية ما تقوم به الحكومة من إصدار قرارات دون أي مشاورات مع نقابة المعلمين بعد التصريح الذي قام به رئيس الحكومة نتنياهو بالاتفاق مع وزيري التعليم والمالية مع تأكيده بتحمل المسئولية الكاملة عن هذا القرار هو مجحف فنحن من هنا نتوجه لرئيس الحكومة ووزير المعارف بأن المعلم لا يمكن أن يعطي أكثر من ما يقدر عليه فننجمهم بالالتزام بالاتفاقيات المطروحة وبنفس الوقت إذا بدأ الوزارة تفكر في مشاريع ثانية بشهر سبعة فنحن نقول أن هناك إمكانية المدارس الصيفية وإمكانية المخيمات وهذا يكون كل معلم يريد أن يشتغل فيها بشكل شخصي وهو اللي يقرر أما إلزام المعلم بفترة شهر سبعة بتموز أن يعلم نحن نرثه رفضا قاطعا لأن هذا من حق المعلم الأساسي تستمر الحكومة في التأرجح باتخاذ قرارات حقيقية تناسب الوضع الوبائي مع الاستمرار في الحياة الاعتيادية تدريجيا فلم تكن وحدها الأزمة الصحية التي ضيقت الخناق على المواطنين بل تخبط القرارات حول عودة المعلمين والطلاب إلى مدارسهم كان الأبرز طوال العام الماضي أنا حسب رأيي يجب أن نصل إلى مكان الطالب في المركز وليس المعلم وليس المسؤول وليس الوزير وليس رئيس الهكومة الطالب في المركز وإذا رأينا الطالب في المركز وصلنا إلى أن نعطيه الخدمة كما يجب أن تعطى وإلا فقدنا البوصلة واتسعت الفجوات وطلابنا أكثر شرائح في الدول سيتضررون تتجاوز الحكومة حقوق المعلمين باتخاذها قرار تمديد الدوام حتى نهاية تموز ما يجبر الطلاب ومعلميهم في الدوام المدرسي وهو توقيت إجازتهم السنوية والتي تبدأ في أواخر حزيران فعلى الرغم من تعهد رئيس الحكومة بوزيادة رواتب المعلمين إلا أن النقابة ترى أن القرار دون موافقة المعلمين يعد خطوة مشحفة ويمس بحقوق المعلم